فهي تحطينا تفاحة في صندوقك وشفتوا أشياء طريقة لها نضيفه بلسطاج آخر أجل نضيفه قطة مثلا ولكن هذه التجربة الغرض منها ماشيش أنه سيطرها من بعد مراير سيني لا بل يتبط نظرية أخرى أروين شرودينجر عالمنا مساوي عاش بين 1897 حتى 1861 العالم الذي خرجنا المعادلة الموجية درجة تحفرت على القبر من الليمات غير هو لسمعتي شرودينجر كنت نساقع إنجاز المعادلة الموجية ومشي بارك الحادثة القطة الشهيرة قطة شرودينجر غالبا ما تكون ذلك هذه الحادثة المهمة لما ذلك الشهوة كذلك شرودينجر ناضي واحد النهار بغاية تجربة جاب قطة وضعه في صندوق ودار معها الضر من عنصر وموشعة لأمر دياله الساعة وعداد غير يكتشف الإشعاع ويحسبه من اللي تحلل المادة الموشعة ومطرقها مربوطة بالعداد وقدامها قنينة فيها السائل فيه السم فكرة التجربة اشنا هي أنه يكون عندك جديد الاحتمالات الاحتمال الأول إذا ضرر المادة دياله وقالي تحلل ستنتج إشعاع العداد سيقص الإشعاع إذا سيتحرك ومن الذي سيتحرك سيحرك المطرقة المطرقة ستضرب القنينة في السم السم سيقلل القطة الاحتمال الثاني أنه الضرر لم يكن تحلل وبالتالي لم يكن إشعاعه إذا عداد غير يكتشف معه قصة شيئا وبالتالي لما ترقى لا يستهرس القرعة للسم إذا القطة ستبقى حية هذا سيئة تجربة أن له القطة عيشة أو ميتة سأقول له عيشة سأقول له ميتة سأقول لي لي يودّرها ميتة سأقول لك انت خاطره سأكون سأأخبر السي شرودينجر قم لك هو القطة عيشة وميتة في نفس الوقت سأكون لك السيد يقول أن القطة حلاليها كان النص ديالها حي والنص ديالها بميتة مهم قال لك السيدA أنه اللحظة التي تسبق فتح الصندوق القطة ستكون في حالك تسمى التركب الكومومي كوانتوم سوبر بوزيشن ما هي التراكب كومومي؟ هي حالة تندمج فيها جديد الحالات ولا اكتر بحل الموجات مثلا اللي فيها ثلاثة او اربعة موجات كيكونوا موجة واحدة واذا حصل للقطة بحي تدخلوا لها جديد الحالات في حالة واحدة حالة انها حية وحالة انها ميتة ندمجوها طبع حالة تراكب كومومي للقطة فقدر تقول ان القطة عايشة وميتة في نص الوقت هاتشي غايشك تخربق؟ ممكن لكن حسب ما تضع في الصندوق ركيباً منطقي مثلا الناس الذين لديهم الفصام الشخصية ركي عايش جديد الحالات في حالة واحدة لانه يجبك تعرف علم الدرات علم معقد بزاف وإلى قريتهم جيدا ستفهم بالله هاتشي تؤثر بتغيير حاجة واحدة بسيطة حركتها من بلاستة مثلا اللي كيتصاب بالزهيمر فش كي يشرف رقد معك مثلا سبعين سنة ولا ثمانين سنة في دار واحدة في رحضة واحدة مكيبقاش عاقل عليك شكونتا على الرغم من أنه من عائلة تكون سبعين عام وعاقلتك باسمك إذا هذا مثل أنه عايش جديد الحالات في حالة واحدة وكانت تقول لي يا أخويا إلى حلية الصندوق رغم نشوف القطة في حالة واحدة إما وقف على رجليها يعني عايشة وحال عينها ولا طيحة الأرض وما تنفسش إذا الميتة عندك الحق ولكن نسمع باش تفهم في الرحضة التي تسبق أنك هزيتي الغطاء للصندوق كانت لقتك تعيش حال التراكب الكمومي ولكن فاتهزيتي الغطاء وطلعت على الصندوق تبطلها التراكب وهذه تسمى الوايب فانكشن يعني عندما تدخل وفتح الصندوق تدلل الموجية تنهار وقتنهار معها كل الاحتمالات التي تذهبها ويبقى احتمال واحد يعني بعد تجريبة قبل ما نفتحوا الصندوق قبل ما نفتحوا الصندوق ترى التراكب الكمومي نصفها عايش ونصفها ميتة فاتهزيتي الغطاء نهرت الاحتمالات ويبقى احتمال واحد إما ستبع لك حية إما ستبع لك ميتة دب السؤال كانوا نجوج حالات قبل ما نحلوا الصندوق نصفها عايش ونصفها ميتة من اللي حللين بقت غير حالة واحدة إما حية إما ميتة السؤال فين مشت الحالة الأخرى يعني إلا بقت حية الحالة أنها ميتة فين مشت وإلا كانت ميتة الحالة أنها حية فين مشت شرودينجر قال أنه الحالة التانية كتختفي للأبد وكتتمسح من الوجود ولكن علماء آخرين مقتنعوش بعض المصير هيو ايفريت رفت نتيجة شرودينجر حالة التانية تكون معكوصة في كون آخر وهنا بدأ البحث حول نظرية الأكوان المتعددة يعني إذا القطة ديالك حللت الصندوق قطحية فرها ماتت في الكون آخر موازي على يدك فلس التجربة يعني تبادله أشرح مزيين ماذا نقول ايفريت نفترد بعد نجوج أكوان انتهنا حللت على القطة في الكون العادي ديالك إذا الكون الأخر ستحلل نسخة ديالك على القطة ديالك كذلك في الكون الأول ديالك نصف المائت ديالك من شاء القطة ديالك في الكون الثاني والنصف الثاني الحي ديالك في الكون الموازي جاء عندك هنا وبالتالي تعكسات القطة ديالك من الحلل التي تقليها أنت كنت ترى حية بينما في الكون الموازي النسخة ديالك أو الدوبليكات ديالك يرى مائتة لأنه تطلقى وجوجي للنصوصة حيين وجوجي للنصوصة مائتين هذا الشيء يدفع في الراس ولكن نقولك صراحة أنا بقيت فيها غير ذلك القطة والذي يدفع في هذا الشيء كامل مسكينة عموما هذا الشيء كلام كبير وكي يخرج بقل فيزي بلد ديال الدماغ ولكن أنت تخيل أن شو دينجر براسه دروا رأسه من هذا الشيء وعتزلوا ومشاك يدرس علم لا علاقة له باشي وعلم الأحياء بذل الكوانتوم وهنا رأسه قاعة من شي قطة طاحية ولا قطة ميتة ونصها هنا ونصها له فيما الأخرين بدأوا من هنا يبحثوا وش نظرية الأكوانية حقيقية بصح